بالمناسبة بطولة الأبطال اللي كرة اليد بيشارك فيها الرجال والسيدات مش الرجال بس ودي كان قرار احنا بنحيي فيه نشاط رياضي كابتخاد العوضي ونحيي فيه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعم المستمر لفريق السيدات احنا كنا أو كل متابعين قال لك ان مشاركة أبطال الكقوس اللي فاتت لفريق كرة اليد اللي حصل على المركز الثالث قد تكون مشاركته الأخيرة في أفريقيا ولكن النادي الأهلي ما عملش كده النادي الأهلي مستمر في دعم الفريق السيدات اشياءات اللي بيلعبوا بطولة افريقيا دلوقتي يعني مصر بتقرب بتقرب في كرة اليد يعني سيدات في كل الاصايدة فالحقيقة ده حاجة يعني سعادتني جدا جدا النادي الاهلي بيستمر في دعم السيدات لان احنا نقدر نحقق مديليات دولية زي ما اليد بيحقق احنا نفس الطبيعة الجسمانية الرجال والسيدات يعني رفع الاثقال هتلاقي رجال وسيدات كويسية اي لعبة كراتي رجال وسيدات كنا عندي استغراب دايما ليه رجال اليد بيلعبوا ليه السيدات مع ندرس منتخب ودي كانت حاجة الحقيقة بتدقيقني جدا كنا نروح منتخبات مصرية كتير رجال وسيدات سلوا يد في بطولة الالعاب الافريقية وبطولة الالعاب العربية وبحر عبد المتوسط وشاركنا احنا في كل الكلام ده فكنا بنزعل اولا ما بنلاقيش فريق اليد سيدات ولكن النهاردة الحال تبدل والنادي الاهلي الحقيقة هو اللي بيتزعم هذا الاتجاه انه بيساند فرقته بشكل كبير طيب بالمناسبة كمان خلينا نروح للسيدات بالمرة وكمان احنا بنعرض صور للسيدات السيدات زي ما قلتنا حضراتكم بيلعبوا كمان بطولة المنطقة استعداد للسفر لبطولة افريقيا ولعبوا مطش ودي مع سموحة الناس كتير ما تكلموش على المطش ده يعني وسائل الاعلام غافلت شواني في مطش مهم جدا مع سموحة الابناء مطش ودي وانتهى في فوز النادي الاهلي 35-25 واكيد بنشكر نادي سموحة انه اتاح الفرصة دي لينا والمباراة لعبة عصدات امير عبدالله الفصل ودي صور ليه احنا اكيد من هنا بنشكر نادي سموحة زي ما بنشكر نادي تلاقي الجيش اللي جي اللاعب مطش ودي وافق انه لعب مطش ودي مع نادي الاهلي بسكت قبل ما يسافروا احنا بنشكر كمان نادي سموحة اللي نورونا وشرفونا هما ونادي تلاقي الجيش كرة تتسلى رجال ولعبوا مطشات ودي مع فرقنا عشان تستعد قبل السفر للبطولات العالمية اكيد دي حاجة بتسعدنا وده بييجي في اطار العلاقات الجيدة جدا جدا بين النادي الاهلي والفرق الاخرى والاندية الاخرى طيب المطش ده كان يعني مطش ودي تشارك فيه كل تلاعب على صورة الامير عبدالله الفصل وده زي ما قلت لحضراتكم بييجي قبل سفرنا او سفر البعثة بالكامل ان شاء الله للكونجو برازافيل وعايز اقول لكم ان شاء الله يكون رئيس البعثة الكابتن خالد العودي وش السعد ان شاء الله زي ما كان معهم في البصنة وقدرنا نحن ناخد الامتالة ان شاء الله بإذن الله نقدر بإذن لا يخدنا تاني ناسف وصلنا فينال ده ما تنسيش ابدا ويعني ان شاء الله يكون برضو يعني وش السعد لعبنا اربع مطشات سيدات الفترة اللي فاتت لعبنا مع مركز شباب الجزيرة والزول الهوبلس والبنك الاهلي والحمد لله فوزنا في جميع المطشات وزي ما قلت لحضراتكم ان فرقتنا طبعا هي حامل لقب الدوري والكأس ورجال ايضا نحن حامل لقب الدوري والكأس محتاجين نكمل محتاجين نستمر ترجمة نانسي قنقر